السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة سوفيا المرزوقي وزوار موقع المهاجر اس ام كما ولفتكم كل نهار جيتكم باخر الاخبار واخر المستجدات في اسبانيا هاتش عليش كنقول لكم إلا كنو كيهموكم هاد مواضيع بويتو تعرفوا كل تفاصيل خليكم معنا تلخر وهدي تشوفوا كل شي بالتفاصيل موسيقى ورجعت معكم الاخوان وكما العادة كما دائما هنشوفوا اخر الاخبار واخر المستجدات في اسبانيا اليوم غادي نشو انهضرو على اه يعني القيود اللي غادي ستطبق على مدريد طبيعة الحال ابتداء الساعة العاشرة ديال اليوم وغادي نهضرو على باقي المناطق اللي كنت هضرت لكم عيوم البارح اللي هما 63 منطقة قلت لكم من المحتمل انه يتطبق عليهم كذلك الحجر الصحي وغادي نهضرو كذلك على اه الرئيس ديال الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب والخروج دياله مؤخرا انه كيعلن بانه تصاب بالكورونا بيروس هو والزوجة دياله غادي نقشو هذا الموضوع وغادي نشوفوه من وجهة نظر الخاصة ديالي اه اول شي غادي نهضرو على اه الميديدس اللي تطبقوا على مدريد اليوم بالليل مع الثلاثة ديال الصبح بالضبط اه رئيسة اللي جهة ديال مادريد خرجت بواحد تغريدة في تويتر هي هذي اللي كتشوفو معانا في الشاشة اه هالتغريدة هذي قلت فيها واحد الامر وقلت قد تبتداء من الغد يمكنك تجي المدريد من بيرلين وميمكنك تجي من بيرلين وانا في البلاسة تحت بالي وحد الفكرة هذي اسابيع كنا احنا هنا في باييكاس مثلا ميمكنناش نمشيو الصول ولما يمكنناش نمشيو البالوميراس اللي هو كي احدانا يعني كتقطع من هنا تمشي له ويمكن يجي واحد من بيرلين يمشي الصول وواحد من باييكاس ميمكنلوش يمشي لصول فقلت شو سبحان الله العظيم هي فاش فرضت على الاحياء الفاقيرة وزيرت عليهم بالاخص الاحياء اللي فيها المهاجرين وستت عليهم ما يتنقلوش ما هدرتش ما قالتش هاد الكومنتاريو ودا بفاش هو طبق القيود على مادريد كاملة خرجت بهذا الصريح هذا فقلت على نشوف تعاليق ديال الناس شو كيقولوا على هات تغريدة ديالها فكلقى سبحان الله العظيم نفس الامر اللي طح ليه في بالي لقيت الناس كيقولوها لها هنا ها واحد كيقولها estamos impacientes por conocer sus soluciones reactivas فقلت على هات تغريدة ديالها بفارغ الصبر باش نعرف شنو غادي تيري من غير هات تشي لدير Pedro Sánchez انشوفو شنو تعاليق الخرين اللي قالوا لها بحال هاته ما حالان هنا فقلت على هاته فقلت على هاته فقلت على هاته نفس الامر اللي طح ليه في بالي فقلت على هاته وسبوعين الناس ديال باييكاس كانوا ميمكن لهمش مشيو للريتيرو يعني نفس الهدراء اللي كتقول هي الناس ديال المانيا كيجيو من المانيا ويجيو للريتيرو وسميتو واحد اللي قال لها واحد تعليق اللي تا هو عجبني بزاف قال لها كوني هان يا راه الناس ديال المانيا يعني كين ما كينسحوش بسميتو بالمواطنين ديالهم يمشيو لمادريد حيات مادريد الخيستيون ديالها مال وهي الطاصة ديالها ديال الواباء طلع بزاف فكوني هان يا راه ما غيجيو لكلم الالمانيا لام النارويج راه مادريد مسدودة أصلا والسياح ما غادش يقربو لها بسباب الخيستيون وبسباب لها مال خيستيون اللي الدرج على مادريد ما عليناش ان هادلو دابة على هاد الامر اللي قلت لكم ديال 63 منطقة و هادرش عليها البعض و قلتش ممكن الفيديو راه مازال و العنوان دياله راه مازال من الممكن ان هاد 63 منطقة يتطبق عليها هاد الميديداس هادو وعلاش لان القوبيرنو اعطى 48 ساعة لقاع المناطق ديال اسبانيا انا كنقول لك شي اللي كين يعني ما جبت شي حاجة من راسي الوزير الصحة اعطى 48 ساعة لقاع المناطق ديال اسبانيا اللي فيهم واحد المعدل ديال السكن ديال الناس كيفوت 100 الف نسامة و العدد الاصابات على كل 100 الف نسامة كتفوت 500 مصاب ما معنى واحد البويبلو فيه 100 الف نسامة و فيه 500 مصاب غادي يتطبق عليها هاد الميديداس واحد البويبلو فيه 200 الف نسامة و فيه 1000 مصاب غايتطبق عليها هاد الميديداس واحد البويبلو فيه 300 الف نسامة و فيه 1500 مصاب غايتطبق عليها هاد الميديداس هاد الشي اللي قلت لا اقل ولا اكتر بالنسبة البابلوس اللي قلت لكم أنا البرح مش يكونهم حيث الناس شو مكي دولوا تساؤل شو ممكن ينصفر من هنا لنا وش ممكن يمشي من هنا لنا ما قدر نجاوبكم على التساؤلات هادو لإنما زال ما بانش وهادوك البابلوس اللي قلت لكم وهادوك المناطق اللي قلت لكم كاملين هما 63 منطقة في إسبانيا اللي كتفوت المعدل السكاني ديالها مئة ألف نزامة هاد شي اللي كين لا أقل ولا أكثر لإن ألقيت بعد التعاليق وراء جاوبتهم على الكلام اللي قلت يعني ما يبقاش الإنسان إما الإنتر بريتي اللي كنقوله غادي ندوزو نهدرو كذلك كما قلنا على الإصابة ديال دونالد ترامب ولكن قبل ما نهدرو على الإصابة ديال دونالد ترامب بغيت نقول لكم بزر ديال الناس كيتساءلوا بالنسبب الأخص الميديداس اللي غايتطبقوا على مادريد بزر ديال الناس كيتساءلوا على شحال الوقت اللي غادي دوز يعني هاد شي هذا وشحال يقدر يستغرق كذلك نعود نكرر مشي أنا اللي قلت خبراء هما اللي قالوا كان جيب الهضراء من عند الخبراء الخبراء اللي قالوا وهو غي تقريبي مشي مئة بالمئة هاد شي هذا قالوا بإن من المرجح هاد شي تأخر ما بين خمسات الأسابيع تستد الأسابيع علاش لإن التجربة السابقة هي اللي اعتصت الأمور هذي وكذلك بزاف ديال الإعلاميين فاش كنشوف كانوا كينتقدوا يعني الهجوم ديال الحكام ديال مادريد على الحكومة بسبب أنهم غايتطبقوا الحاجر على مادريد هما كيقولوا بإن مادريد إلا مشا لها القسصة ديالها هذا هو اللي كيقولوا كيقولواkal لأناس بمادريد يعني الوقت بين القسصة مادريد إلا مشا القسصة مادريد غين يمشي القسصة ديال إسبانية كاملة ولكن كين خرجوا بعض الإعلاميين اللي انتقدوا الحكومة المادريد وقالوا علاش فاش أراغون كانت تطلعة فيها التاس lapso أراغون تعرضت الحجر الصحي يعني فاش كانوا الناس كيستجموا كيمشيوا البحورة وهدي أراغون كانت تعرضت واحد المدة من القيود سغرية ليريدا بزاف ديال المناطق ماثارون بزاف ديال المناطق اللي كانوا في الوقيتها اللي كانت الجوزوين والناس كانوا كيصافروا كيمشيوا قالوا كيفاش يعني هادوك واش هادوك مادريد إسبانيا من عالم الأول وهادوك من العالم ثالث مايمكنش راك كاملا إسبانيا وكاملهم مواطنين ديال إسبانيا مادام طلعت التاسة في مادريد يعني خصة هاتخضع لهاد الأمور هدي هني ندوزو هدرو دابا حالياً على الخبر اللي قلت لكم ديال دونالد ترامب وديال الامر اللي اعلن عليه مؤخراً يعني كان هدرو عليا اليوم بوحدة غريدة في تويتر وقال بأنه أصيبة بالكوفيد 19 عقدت الإصابة بفيروس كورونا المستجد وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل 32 يوم فقط من الانتخابات الرئاسية في الثالث من وينبير المقبل وأياما فقط بعد أول مناظرة جمعته بمنافسه الديمقراطي جو بايدن غادي نقول لكم واحد القاضية للإخوان بعض المرات كيكون الحل يعني فش كتشوف راسك بديسي كتغرق كتزيد تغرقها لعلى تطلع لفوق يعني هاتشي اللي بغيت نوصل لكم أنا يعني من وجهة نظر ديالي يعني هاتشي هذا كنقوله من وجهة نظر ديالي وهاتشي اللي تحليه في البال ديالي لأن ترامب من اللي بدا الوباء من اللي بدا الوباء وهو كينكر يعني الخطورة ديال الوباء هدا كينكرها كينكرها والدرجة أنه فاش تواجه معه المنافس ديالوجو بايدن تواجه معه قدام الناس ما كانش داير الماسكارية وده كيدحك عليه هو كيستهزئ منه كيقول لهم شوفوا كيخايف من الوباء وش هدا غادي نقل لكم الاقتصاد ديال بلادكم شوفوا كيفاش خايف من الوباء شوفوا الماسكارية دايرها ونبعيد عليها بستين ميت وش هدا غادي نعديك أنا ما غاديش نعديك رابعيد عليك بستين ميت مهم كيستهزئ بها الطريقة هدي دائما هو كان يعني رافض الفكرة انتع الاغلاق الكلي للبلد يعني الاقتصاد للبلد كان عنده فوق كل شي يعني منين بدال الوباء كيدخل وكيستوطن له في البلد ووصلت امريكا انها تسجل اكبر عدد ديال الاصابات القرسو كيتهاجم من عند الشعب ديالو العالم كيهاجمو كل شي كيهاجمو انا فقط يعني كندير واحد تحليل بقدر يكون صائب يقدر يكون خطأ يقدر يكون كل واحد وكيفاش غايت تعامل معاها هادشي اللي غادي نقول ولكن انا مجرد ما تلقيت الخبر ديال انه ترامب كييعلن على انه مريض بالوباء فهاد الوقيتها هدي بالضبط شوفوا شحال هو ما كيستعملش الماسكارية شوفوا شحال وخاك يعني في البيت الابيض يعني كين الوقاية كين تعقيم كين بزاف ديال الامور وغا يجي دا بفضل وقتها هدي وغادي يقول لك راني تصابيت بالوباء كورونا انا والزوجة ديالي كين ما حارفين السيد ترامب فعمره 74 سنة 74 سنة يعني كنا ندره على واحد الانسان جروبو ذي الريازجو يعني الناس اللي لقصتهم كورونا تقدر تسليم عهم يقدروا يوصلوا للوفاة يعني عندهم واحد نسبة عالية انتع انهم يتوفاوا يعني 74 سنة رامشي واحد العمر اللي قليل فهو يعني انا كنقول يعني من المرجح انه من بعد ما فشل بشي بشي يبيل للناس ان السياسة دياله كانت ناجحة لان السياسة دياله من الول من اللي بدا الوباء وهي فشلة وهو يعني هاد كورونا هدي سببات ليه خسارة كبيرة في المصداقية دياله عند الشعب فقال ارا نخرج لهم زي ما نقول ليهم ارا نمرت بكورونا وهي ما درت لي والو يعني داك ندره اللي كتكن قول لكم انا راه بالصحي يعني كورونا راه مشي هو بغاقع يقول ليهم بانا كورونا راه بحالها بحال واحد اه 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 ولا واحد الوباء الي عادي يعني اللي قدر يدوزه اي واحد مع انها يعني شوفوا غي الوفيات الي عنده في الدولة دياله ولكن في العالم دا بكامل اللي فات المليون العالم كامل فات المليون ديال الوفيات يعني هنا انا كانقول زعم ما كانقول ان اه اختار هاد الوقيتها ذي بالضبط لي مبقاش فيها بزاف باش يوصل للانتخابات وقال هاد الامر هادا تقدر تكون كتوافقني الرأي تقدر تكون عندك فكرة اخرى ولكن انا هادية الفكرة ديالي وهادية وجهة نظر ديالي لانه صعيب باش تل هاد الوقيتة هادي يعني هنا نقدر نقوله هو يعني ما خسر ما اواله يعني هو الخسارة جاية جاية لانه وخا يعني الاحصائيات اللي كتقول كتقول ان المنافس دياله ربحوا بزاف يعني وفي الول وفي الخراق قدتليكم هاد الوباء هو اللي غدي سالي مع الولاية ديال ترامب لانه الخيستيون من الول كانت مال وشعب راك يشوف بعينيه شوفوش حد المظاهرات ناطس عنده شوفوش حال ديال يعني الخسارة وقعت ليه في هاد الخيستيون هدي هاد الشي اللي بغيت نوصل لكم الاخوان ونتمنى هاد الفيديو هدي يكون لقاكم وانتوما باخر وعلى خير وفي احسن الاحوال ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر وموضع اخر وتكونوا في احسن الاحوال سلام عليكم